قامت جمعية الأرمان تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتركيب وتوصيل المياه لأكثر من ثلاثة آلاف أسرة بقرى مركز الفتحة بمحافظة أسيوت يأتي ذلك في إطار مبادرة سقيا الماء والتي شاملت تركيب وصلاة مياه شرب ناقية للأسر الأكثر احتياجاً في 150 منزلاً بقرية المعصرة تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت جمعية الأرمان بتركيب وتوصيل مياه لأكثر من ثلاثة آلاف أسرة وذلك بقرى مركز الفتح بمحافظة أسيوت نوصل المياه لعدد من الأسر الأسر كانت جاعدة بدون مياه يمكن لهم أكثر من عشر سنين عايشين على الترمبة ترمبات يمكن فيه ترمبة في الشرع ده وحيدة الأربع بيوت أو خمس بيوت دول شغالين على ترمبة واحدة احنا موجودين في الفتح بنقوم بتوصيل 150 حالة مياه عن طريق البرتوكول الجديد بين جماعية الأرمان وشركة المياه والسرق في الصحي بأسيوت ولاد الجديد بنستهدف الحالات المستحقة بنقوم بعمل بحث اجتماعي لنا في الاختيار لأبحاث عن الحالات الفجيرة والأسر المحتاجة لنا بيعملوا قاعدة بينات عن كل أسرة وبعد كده احنا بيشتغل فيهم في حركة حوالي 3000 عدد مياه عن طريق برضو جماعية الأرمان مع التحالف فنختار الحالة على حسب ظروف الحالة الاجتماعية يأتي ذلك في إطار مبادرة سقيا الماء والتي شملت تركيبة وصلات مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجاً في 150 منزلاً بقرية المعصرة على سبيل المثال جايين نهاردة على أرض الواقع بنوصل حالات مياه يعني بتستهدف من ضمن التكلفة العداد الوصلة كاملة المؤيسة كاملة أجرة السباكين أجرة التوصيل توصيل حلفتين للحمام والمطبخ كله ده مجاناً بفضل الله يشكر الناس والمسؤولين والموظفين ده بقولنا المية الحالة عندنا هنا احنا كنا تعبنين يعني وتعبنا من المية أنا بشكر أصحاب الخير وأهل الخير أن ركبونا مية أنا جوازي كله تفشلت بسبب المية المالحة وتعبنين هنا وكنا بنعاني بالمية خالص وبشكر أصحاب الخير وبشكر التحالف جهود كبيرة يواصل من خلالها التحالف الوطني توفير حياة كريمة لغير القادرين من الأهالي وذلك لتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية ونظيفة اشتركوا في القناة